اشتركوا في القناة حول جميع الجمعيات التي تساعد المهاجرين في إقليم الباسك أو في منطقة بيلبو خاصة الآن أفي بوعدي وهنا قد أتيت لكم بالفيديو لكن قبل ذلك صراحة القناة تتعرض لمجموعة من الضغوطات من الحاسودين مجموعة من الشكايات في اليوتيوب لكن الحمد لله كل ما نقدمه مستوى جيد مستوى شخصي يعني محتوى شخصي عفوا محتوى جيد لهذا إخواني أخواتي كل من يحب القناة أو يحب حسن بصفة خاصة أريد أن نصل بهذا الفيديو إلى خمسمائة ألف مشاهدة في وقت قريب قريب إن شاء الله وفي التعليقات أريد منكم أن تضعوا أنا مشترك وسأجلب عشر أو خمس مشتركين جدد على الأقل لكي نسير بالقناة إلى الأمام إن شاء الله وكما قلت لكم أعدكم بأربع مواضيع أخرى حصرية لن أتطرق إليها أو لن أتطرق إلى معلومات حولها إلا أنني أعدكم بها أربع مواضيع مهمة جدا جدا فيما يخص المهاجرين بإسبانيا بأكملها الفيديو صراحة استغرق مني الكثير بالرغم من أن الشغل الكثير صراحة عملت بجهد لكي أصل إلى هذه المعلومة وهذه المعلومات لن تجدها لا في قول لا عند جمعيات أخرى وصلت إليها بمجهود فرضي لهذا أنا الآن كما قلت لكم سأبدأ بأولا يعني البرغيس أو المراكز التي تستقبل المهاجرين هنا وضعت الاسم ثم رقم الهاتف ثم العنوان ثم بعض الأشغال أو بعض الأعمال التي تقدمها للمهاجرين الشرعيين أو غير الشرعيين عفوا أو الحاملين لبطاقة الإقامة أو غير الحاملين لبطاقة الإقامة هنا أول البرغي رقم الهاتف ثم العنوان وهنا ما يقدمونه يعني هنا ممكن استقبالك للنوم لكي تنام يعني داخل الجمعية ثم يعطوك أيضا بطاقة للأكل البرغي الثاني وهو البرغي فيديريكو أوسانام رقم الهاتف تسعة أربعة أربعة واحد ستة خمسة تمانية ثلاثة أربعة هنا العنوان ثم هنا ما يقدمه الوقت الذي يمكنك أن تقيم في هذه الجمعية أو في هذا البرغي ستة أشهر وهنا التوقيت من السابعة إلى التاسعة ثم هنا البرغي آخر هنا رقم الهاتف ثم العنوان ثم هنا يعني توقيت التوقيت أو توقيت العمل هنا بالنسبة فقط هنا أقوم بوضع نقطة مهمة بالنسبة للذين أتوا إلى إقليم الباسك أو بيلباو خاصة وليست لهم شهادة سكنة فهذه الجمعية تقدم شهادة سكنة لمدة ثلاثة أشهر تذكروا اسمها هنا يعطوك شهادة سكنة هنا أكون قد انتهيت من البرغي الثاني أو الجمعيات الثانية رقم إثنان عفوا هنا فيما يخص التطبيب أو كل ما هو بالمستشفيات معلق بالمستشفيات ميديكوس دي الموندو أو ينادونهم أيضا أطباء بلا حدود هنا الكنتاكتو دا ديريكسيون ثم ما يقدمونه هو أتنسيون سوسيو سانيتاريا برسونة سنترخيطة سنتاريا لأن هناك مجموعة من الأشخاص الذين ليست لهم بطاقة الإقامة وليست لهم يعني بطاقة الطبيب هنا تذهب ثم تتداوى بالمجان بالرغم من أنك غير متوفر أو ليست لديك بطاقة الطبيب ثم هنا ممكن الاتصال ويأتون حتى إلى المكان الذي أنت تتواجد فيه النسباد هو الجمعية الثانية أو مستشفى الثاني هنا رقم الاتصال ثم العنوان تقريبا متشابهان هنا يقدمون إسعافات للذين ليست لديهم بطاقة الطبيب نذهب إلى الرقم ثلاثة أو الجمعية الرقم ثلاثة recursos para personas en situación de exclusión social وهنا كاريتاس رقم العنوان رقم الهاتف ثم هنا الاتصال بهم أيضا عن طريق هذا الإيميل العنوان هنا كل ما يقدمونه أكو خيضة de personas en situación de exclusión social سنترودي يقدمون الأكل سيربيسي دي الروبا الملابس أيضا ورينتاسيون لابورال خريضك يعني هنا ممكن أن يساعدك أيضا في العمل وفي المحاكم إن كانت لديك مثلا بعض الأمور أو بعض المشاكل مع لا أدري مع أشخاص أو مع شركات أو مع أشياء أخرى هنا سورة راتسي رقم الهاتف ثم العنوان وما يقدمونه سنتروديديا انكوربوراسيون سوسيال طيريس أوكوباسيونيس أورينتاسيون سوسيال لابورال هنا مرغوتسو أو مرغوتو رقم الهاتف ثم العنوان وما يقدمونه أيضا كاريتاس ديوسيسانا دي بيلباو ديوسيسانا دي بيلباو عفوا رقم الهاتف ثم العنوان كي يبيرا تمانية سي سي أو أو ديوسكادي إذا أردتم معرفة سي سي أو أو فما عليكم إلا وضع هذا العنوان في جوجل وسيعطيكم اسم الجمعية بأكملها كروس الروخة بيلباو سيار أوسكادي هذه كلها جمعيات تساعد المهاجرين سواء كانوا ببطاقة الإقامة أو غير بغير بطاقة الإقامة رقم أربعة سنتروس دي فورمسيون إي إنكمبوراسيون سوسيال صارتو هنا أرقام الهاتف للإتصال أو للتواصل العنوان ثم ما يقدمونه كونسولتورية سوسيال أتنسيون ياكمباني منتو سوسيال إي لابرال بروغرامة دي فورمسيون إي إنسكريبسيون لابرال يعني هنا يساعدونك أيضا أو في الاستشارات القانونية والاجتماعية أو استشارات فيما يخص الشغل فوندسيون بنياسكال هنا رقم الاتصال أو الكنتاكتو العنوان ثم ما يقدمونه إي ماوس تيندة دي أربا أيضا يعطونا ملابس إنتربسيون سوسيال إمبريساس إنسيكسيون إنسيرسيون ريسيكلاحي إي راوتليسيون هنا يعطونا أيضا ملابس وممكن أنت أيضا للذين هم في حالة جيدة يعني في حالة لا يرتلها ولديهم ملابس عوضة أن ترميها في الشارع مثلا أو أحدية أو كل ما يتعلق بهذه الأشياء ممكن أن تذهب إلى هذه الجمعية لكي يستفيد منها أو شخص آخر يعني محتاج إلى هذه الملابس إي ماوس فوندسيون سوسيال هنا كل ما يقدمونه سيرفيسيون ريسيدنسيال يعني ممكن أن يبحثوا لك عن ساكن أيضا أكتيفاسيون أسيال البحث عن الشغل ترانسيسيون الأوتنومية أدسيس العنوان أو رقم الاتصال العنوان كل ما يقدمونه أيضا سنترو سينترو ديديا من الاتصال يعني الأكل يعني الأكل يعني يهيئونك للشغل يعني ممكن أن يكون وسيط يعني هذه الجمعية ممكن أن تكون وسيط بينك وبين الشركة التي ستذهب للعمل فيها فورماسيون للإشارة فقط مجموعة من هذه الجمعيات تقدم لك ضمانات حتى وإن لم تكن لديك يعني بطاقة الإقامة ممكن أن تقدم لك ضمانة لكي تشتغل وتسمى هنا يعني في إقليم البسك أو في بلو هنا يعني هذه الجمعيات تقدم لك ضمانة لا أدري لم أتذكر فعلا اسم بالضبط لكنها تقدم حتى كما قلت لكم حتى وإن لم تكن لديك بطاقة إقامة يعني أنت بدون أوراق ممكن أن تضمنك بعض الجمعيات في هذه المسألة وتشتغل وأنت عادي يعني بدون مشاكل رئيس هنا كل ما تقدمه أيضا العنوان وكل شيء هذه الجمعيات تقدم أيضا كرسوات كرسات تقدم يعني أكل مثلا هنا في باراكالدو مثلا كرسو يعني تعطيك أيضا معلومات ليس فقط الأكل والشرب والنوم هذه الجمعية أيضا لاحظوا معي ثم لاغون آرتيان زوبيتشي هذه أيضا لديها مجموعة من الأشياء صراحة تقدم أعمال خيرية جد جد نافعة الكرباناتسو أميارتي إيسانغاي هذه أيضا بيستيغي أغيانتسا الجمعيات رقم خمسة وهي سينتروس ديسالود منطل يعني الذين يعانون من مشاكل مثلا أمراض صحية أو ما شبه ذلك سي اسي إمي خوان دي أخوري غيرا هنا رقم الاتصال ثم العنوان سيIM السيado السي إمي منه هنا العنوان هنا من ط حمق الجمعيات رقم ستة جمعية يعني الذين يعانون من مشاكل مثلا المخدرات أو ما شابه ذلك أو سولان الجمعيات رقم سبعة هنا جمعيات تقدم لك محامون بالمجان عوضة أن تذهب أنت إلى محام خاص وتدفع له لكي يحل بعض مشاكلك فيما يخص الأوراق أو فيما يخص مثلا وقعت لك مشاكل مع الشرطة أو كذا وكذا في هذه البلاد تذهب مثلا إلى هذه الجمعيات وهي تقدم لك مثلا محامي بالمجان هناك جمعية هنا العنوين وهنا ما تقدمه مثلا من أنشطة أو من مساعدات هنا الجمعيات رقم ثمانية وهي الجمعيات التي تعلمك اللغة وهي تكون مفتوحة طوال السنة فيما يخص مثلا هناك بعض المدارس تسمى يعني المدارس موسمية تعلمك أيضا اللغة لكنها مثلا في فصل الصيف أو في بعض العطل هذه تكون مفتوحة مثلا على طول السنة كروس الرخا هنا العنوين كريا كينتانا باروكيا كاريتاس إتاكا برويكتو خلاو وفي الأخير وفي الأخير كما قلت لكم هنا لدي لكم مفاجأة وبنسبة للعائلات يعني مطرمونيو زائد الأولاد أو النساء الحوامل أو النساء التي تعرضنا مثلا للإغتصاب أو العنف هناك جمعية خاصة في هذا المجال تسمى فوندسيون الريبيدي كاي أكسيسيو كاي أكسيسيو كاي أكسيسيو لإغليسيا دوس هنا العنوان ثم رقم الاتصال وهنا يعني الصفحة الرئيسية الخاصة بهذه الجمعية فلأن هناك مجموعة من العائلات الذين أو اللواتي اتصلنا بي أو النساء الحوامل أو النساء التي اللواتي تعرضنا مثلا للتعنيف من طرف رجالهن في المغرب فما عليكنا إلا تقديم أدلة وهذه الجمعية ستساعدكم تساعدوا في الأكل تساعدوا في الملبس تساعدوا في الشرب وتساعدوا أيضا في إيجاد منازل يعني للسكن إلى هذا لكن قبل أن أنهي هذا الفيديو كما قلت لكم إخواني أخواتي لا تنسوا إن كنتم تحبون القناة وتحبون حسن بالأخص قموا بوضع أنا مشترك في التعليقات وسأقوم بجلب خمسة أو عشر مشتركين هذا ضد في أعدائنا لكي نبرهن لهم أننا إن شاء الله في الطريق الصحيح وملاحظة ثانية حاولوا عدم الاتصال لأن الاتصال صراحة يزعج حاولوا أن تذهبوا مباشرة إلى العناوين ويعني تحكوا لهم مشاكلكم الخاصة وإن شاء الله سيكونوا خير وسيساعدكم في حل مشاكلكم إن شاء الله إلى هذا إخواني أخواتي أكون قد أنهيت حلقة اليوم وإلى حلقات قادمة إن شاء الله لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة ثم مشاركة الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر